ذكرت صحيفة EU Observer الأوروبية أن مصر قادرة على تحقيق نجاح مفاوضات الهدنة في غزة أضفت الصحيفة الأوروبية أن الأنظار تتجه نحو القاهرة حيث تجرى محادثات الوساطة في منطقة الشرق الأوسط تحضر مصر بدورها الفاعل والمحورية لإيجاد حلول سياسية تنهي الأزمات وتعالج القضايا استنادا إلى الشرايات الدولية والقانون الدولية وبدورها الذي لا غنى عنه للحفاظ على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا كانت مصر ولا تزال حاضرة للدفاع عن القضية الفلسطينية ومنع مخططات تصفيتها بما يبرو الجميع على احترامها لا سيما في ظل سعيها الدؤوب للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإتمام صفقة تبادل بين حماس وإسرائيل صحيفة EU Observer الأوروبية أشرت إلى أهمية الدور المصري الفاعل مؤكدة أنها الدولة الوحيدة التي يمكنها التأثير بشكل حقيقي على نجاح مفاوضات الهدنة في غزة كما شددت الصحيفة على مواصلة الاتحاد الأوروبي لتقديم كل الدعم للمحادسات الحاسمة التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة والذي تشتد الحاجة إليها على الرغم من عدم مشاركة الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر في المفاوضات بما يعكسه ذلك من ثقة في القوة الدبلوماسية التي تتمتع بها القاهرة لتقريب وجهة النظر بين مختلف الأطراف المعنية الصحيفة الأوروبية الصادرة من العاصمة البلجيكية بروكسل أوضحت أنه بينما تتفاقم الأوضاع في قطاع غزة تتجه الأنظار نحو القاهرة حيث تجرى محادسات الوساطة منذ أكتوبر الماضي وأشارت إلى زيارة العديد من ممثل الاتحاد الأوروبي لمصر مراراً وتكراراً ليس فقط للمشاركة في المحادسات والجهود الإنسانية ولكن أيضاً في إطار شراكتهم الاستراتيجية التي تم وضع اللمسات الأخيرة لها في مارس الماضي بشأن التعامل مع الهجرة غير النظامية وهو وجه مهم من أوجه التعاون السنائي بين الجانبين على ضفتي المتوسط بما يعكث ثقل مصر ودورها المحورية على الصعيدين الإقليمي والدولي